موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة سهيل يقرأها على حضراتكم مختار الفقيه والبداية بأبرز العناوين قوات الجيش الوطني تحبط محاولة تسلل لميليشية الحوثي في جبهة ثرى بمحافظة أبيان موسيقى ميليشية الحوثي تواصل منع دخول الغاز المحلي إلى مناطق سيطرتها وتجبر المواطنين على شراء المستورد موسيقى أمن تعز يضبطه خمسة متهمين في قضية اختطاف وأمهات عدن يجددن المطالبة بالكشف عن مصير ستين مخفيا موسيقى موسيقى أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لميليشيات إيران الحوثية في جبهة ثرى شمال شرق محافظة أبيان وقال المركز الإعلامي لجبهة ثرى إن عناصر ميليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع التماسي في الجبهة مساء أمس وأن اشتباكات اندلعت على إثر ذلك بين الجانبين استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأوضح المركز الإعلامي أن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي وأجبرتها على التراجع والفرار وكبدتها خسائر بشرية أكدت مصادر محلية في محافظة إب مقتل الشاب رياض أمين الشهاري برصاص عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة ناقيل العقابة غرب محافظة إب وقالت المصادر إن الشاب تعرض لطلقات نارية أمام أسرته بعد اقتحام منزله ورفضه عملية الاقتحام ومحاولة اختطافه وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية سبق وأن اختطفت الشهاري وقبل أسبوعين وأفرجت عنه في وقت لاحق بعد دفع أسرته جبايات مالية كبيرة لقيانة الميليشيات توصل ميليشيات إيران الحوثية منع دخول الغاز المحلي الذي تنتجه شركة صافر في مارب إلى مناطق سيطرتها منذ أسبوعين وقالت الشركة اليمنية للغاز بمارب في بيان لها إلى ميليشيات الحوثي منعت دخول قاطرات الغاز من مارب إلى مناطق سيطرتها منذ أسبوعين بشكل نهائي وحاولت الاستيراد كليا من الخارج عبر موانئ الحديدة وتهمت الشركة قيادة ميليشيات الحوثي بالإثراء غير المشروع عبر المتاجرة بالغاز عبر الاستيراد ورفع أسعار الغاز بنسبة تقترب من مئة بالمئة على حساب المواطنين وسبق لميليشيات الحوثي وأن منعت دخول معظم المنتجات المحلية مثل الإسمنت واستوردت بدلا منها من الخارج ما يؤثر على تزايد الطلب على العملة الصعبة واختلال ميزان المدفوعة قال عشرات المودعين في البنوك بالعاصمة المختطفة صنعاء إنهم لا يستطيعون سحب أموالهم حيث ترفض جميع البنوك إرجاع أموال المودعين فضلا عن الأرباح وقال مصدر الرفيع في أحد البنوك بصنعاء ليمن شباب نت إن الحوثي استولى على كل الإداعات والأموال في البنوك حتى 2019 ورفض إعادة أي منها ما سبب عجزا هائلا لدى البنوك وقال مودعون أنهم اضطروا إلى سحب أموالهم بتقديم عمولات مختلفة لمسؤولين في البنوك أو صرافين يتعاملون مع بنوك تتراوح ما بين 50 إلى 70% من إجمال قيمة الأموال التي يسهبونها بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي مع أخيه الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمستجدات على الساحة اليمنية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عن الامتنان والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة أخيه الشيخ محمد بن زايد على مواقفها الشجاعة والثابتة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن فضلا عن تدخلاتها الاقتصادية والإنمائية والإنسانية على مختلف المستويات من جهته رحب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس العليم وهنأه بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية اليمنية الثاني والعشرين من مايو متمنيا لليمن وشعبه الخير والنمى أكد وقوف الإمارات إلى جانب الشعب اليمني في سعيه لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية والازدهار تمثل ميليشيات الحوث الإرهابية الخطر الوجودية الأول والأكثر ضررا على الوحدة اليمنية وما يتعلق بها من مكتسبات ثورية وإرث جمهوري امتد على أكثر من نصف قرن في تاريخ اليمن الحديث في العيد الوطني الثالث والثلاثين للوحدة اليمنية تحتفل ميليشيات الحوث الإرهابية بيوم الصرخة الخامنائية في عداء معلن وصارخ لمشاعر ملايين اليمنيين واللحظة الزمنية الاعتبارية للثاني والعشرين من مايو ليس غريبا أن يصدر هذا الموقف الحوثي الصادم للشعور الشعبي والمغرد ضد السرب الاجتماعي العام والمناسبة العظيمة لعيد الوحدة فعلى مدى سنوات الراكمة الميليشية متسلسلة من الإجراءات الضارة بوحدة النسيج الجغرافي والاجتماعي لليمن معا وبكل ما يرتبط وجوديا ووجدانيا بهويته الوطنية بامتداداتها التاريخية وأبعادها الحضارية تزامنا مع العيد الوطني للوحدة حضرت الميليشية دخول الغاز الوطني المنتج في مأرب إلى صنعاء ومحافظات سيطرتها المسلحة يتعدى هذا الإجراء الحوثي طبيعته الاقتصادية المتمثلة بتجارة الغاز المستورد في السوق السوداء وكذلك آثاره الضارة على الوضع الإنساني ومفاقمة معاناة المواطنين عبر الجرع الأزمات المفتعلة ومنع مواطني صنعاء من الحصول على غاز مأرب هو إجراء تمزيقي يعمل على تفكيك الجغرافية الوطنية وفصل المجتمعات المحلية عن بعضها وينصف براميل الحواجز الداخلية على مستوى يتجاوز الانفصال إلى أقصى نقطة من حالات تجزئة المجزأ وتقطيع الأشلاء كهذا الإجراء الضار بل المضاد للوحدة الوطنية كانت تقسيم الحوثي للعملة المحلية والتفرقة المنهجية العميقة في الكتاب المدرسي بالإضافة إلى إغلاق الطرقات ومباعدة الأسفار بين أهل البلد الواحد تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي برقيات تهاني بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لعيد الوحدة اليمنية وتأتي هذه التهاني في سياق الدعم الدولي لوحدة اليمن وامنه واستقراره وسلامة أراضيه هنى الرئيس الأمريكي جو بايدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني بالذكرى الثالثة والثلاثين لعيد الوحدة وأكد الانتزام بلاده بدعم كافة الجهود نحو حل شامل للصراع في البلاد وأعرب عن تهانيه للشعب اليمني بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية اليمنية وتطلعه إلى تعميق الشراكته في تشكيل عالم أفضل للأجيال القادمة كما بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده برقية تهنئة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي جاء فيها يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلادكم أن نبعث أصدق التهاني لكم وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار من جهته شدد الاتحاد الأوروبي على رسال سفيره في اليمن على التزامه المبني على المبادئ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعمه الثابت لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وفي تهنية بعث بها السفير البريطاني لدى بلادنا ريتشارد أوبنهايم اعتبر الوحدة بين الأطراف اليمنية ضرورية لضمان سلام دائم وناجح بدوره قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين يطيب لي أن أبعث إليكم بالتمنيات الصادقة بمناسبة العيد الوطني وهو عيد الوحدة اليمنية مجددا موقفا روسيا الثابت والداعم لحل الأزمة اليمنية بالوسائل السياسية والدبلوماسية من جانبه قدم رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ التهاني بالمناسبة وقال في برقيته يطيب لي أن أتقدم نيابة عن الصين حكومة وشعبا وبالأصالة عن نفسي بالتهاني الخالصة والتمنيات الطيبة إلى فخامتكم ومن خلالكم إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية وتلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي أيضا برقيته تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائبه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبرا فيها عن التهلئة بالمناسبة كما تلقى رئيس مجلس القيادة برقية تهنئة من كل من أمير الكويت ومالك البحرين وسلطان عمان وأمير قطر والرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا ورئيس جمهورية تشيك بالإضافة إلى برقيات من ملك المغربي ورئيس كوبا والحاكم العامي لكومنويلت أستراليا وإمبراطور اليابان والأمير العامي للأمم المتحدة وزعيم كوريا وتشيك ودول أخرى وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبا وتأتي هذه التهاني من ملوك ورؤساء العالم تأكيد على الدعم الدولي التي تحظى به الوحدة اليمنية في عيدها الثالث والثلاثين احتفلت السفارة اليمنية في جمهورية النمسا يوم أمس بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين للجمهورية اليمنية اثنين وعشرين بايو وفي الاحتفالية التي بدأت بالسلام الوطني بحضور الكادر الدبلوماسي والإداري أكد السفير هيثم شجاع الدين على أهمية المناسبة الوطنية الخالدة والتي جسدت نضال أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا ساعة ميليشيات الحثي منذ بداية الانقلاب إلى تقسيم اليمن مناطقيا واقتصاديا واجتماعيا الأمر الذي يؤكد أن الوحدة الوطنية هي الضامن الأساس لانكسار الميليشية وهزيمتها وإفشال المشروع الإيراني في المنطقة منذ بدايات الانقلاب وميليشيات إيران تعمل على تشطير البلاد وتجديره بهدف استقرارها بالشمال رغم ادعائها أنها مع الوحدة وتهدد من سيفرط بها بالأقوال لكن أفعالها غير ذلك شهادنا الانقسام الآن الحص الآن الوحدة برساية الخالدة لا بقاء للانقلاب ولا بقاء لمؤامرتنا الوحدة تحية الوحدة وتحية الجمهور اليمني عاشت كل من يفتقل بوحدته وبالسلامة العظيم تمركزت ميليشياتها بكل المنافذ التشطيرية وفتحت مناطق جمركية تقمرك فيها كل البضائع وكأنها بحدود دولة كما أنها تمارس العنصرية لتشعر اليمنيين أنها أتت من جزء من صعده وهو من سيحكم وسيتولى كل شيء باليمن وحاصر التعز كونها محافظة وحدوية بامتياز وتتداخل مديرياتها الجنوبية مع محافظات لحج والضالع وهو ما يشكل مجتمعا واحدا لا يعرف التشطير ولا يؤمن به تاريخ اليمن الطولة المتابعة من خمسة سنة بالتاريخ كان نزاما على الأجيال اللاحقة لثورة ستمبر وأكتوبر الحفاظ على هاتين الثورتين وعلى أهدافهما وحبط جذوة الثورية متقضة في قلوبهم حتى يحافظوا على تلك المكتسبات ويتكسب ذلك باستعادة الدولة من براثة انقلاب الحوثي ثم بعد ذلك الشروع في بناء الدولة الاتحادية التي اتفق عليها كل مكتسبات السلسل الاتحادية في محاركات متبر الحوار الوطن سترحل الميليشيات الحوثية وستذوب كل مشاريع التمزيق وستنتهي لأن الشعب اليمني موحد منذ القدم وقد عجز كل الغزاة والاستعمار على تشطيره وتمزيقه وستظل الوحدة في مواجهة الانقلاب حتى استعادة صنعاء بقيادة عدن جددت رابطة أمهات المختطفين في عدن استنكارها لاستمرار تجاهل الجهات الرسمية والأممية لملف المخفيين قسرا في سجون الانتقال بعدا وطالبت بسرعة الكشف عن مصير المخفيين والإفراج عنهم تتوالى وقفات رابطة أمهات المخفيين والمختطفين في عدن منذ ثمان سنوات لتنديد والمطالبة بإظهار أبنائهن المخفيين قسرا دون أي التفات أو استجابة من الجهات المسؤولة في المحافظة بيان رابطة أمهات المختطفين بمحافظة عدن مستنكرة استمرار تجاهل قضية تبناءها المخفيين قسرا ومطالبة بأظهارهم تتوالى وقفاتنا منذ سبعة عوام وما زال ستين مخفيا قسرا من أبنائنا في غياه بالجهوء المجهول ولا نعلم عنهم شيئا ولا ترى إلا المماطلة والتجاهل المستمران من قبل الجهات المعنية والجهات الأممية والدولية إننا رابطة أمهات المختطفين من أمام قصر المعاشيق بمحافظة عدن نؤكد على مطالبتنا المستمرة بظهار ابنائنا والإفراق عنهم ومحاسبة مرتكبة الانتهاكات بحقهم فقلوب الأمهات لم تعد تحتمل كل هذه الآلام كما إننا نندد باستمرار التجاهل والمماطلة لقضية أبنائنا المخفيين قصرا محملين الجهات المعنية عن إخفام المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم وندعو كل المنظمات الحقوقية والدولية والمحلية للعمل الجاهد لحل قضية أبنائنا المخفيين قصرا والسعي للإفراق عنهم ودعم جهود أهاليهم في ظهارهم وقبر ضررهم وكانت الرابطة قد نفذت يوم أمس وقفة اختجاجية أمام قصر المعاشيق للمطالبة بالكشف عن ستين شخصا من أبنائهم المخفيين للإثراج عنهم ومحاسبة مرتكبين الانتهاكات بحقهم فقلوب الأمهات لم تعد تحتمل كل هذا الألم الذي بات يزداد يوما بعد آخر أنا أم مخفي من 8 سنوات وابني مخفي ونحن طالبنا في كل مكان ونحن ندقينا كل الأبواب ولا خلينا باب ما دقينا ونحن نسأل عن أولادنا وعيالنا وزواقنا الضائعين لهم من 8 سنوات هم مخفيين ولا حضرت علينا أي كلام كل من روح مكان يقولوا ما فيش ما فيش طافين أولادنا واللي شل أولادنا ثلاثة أنفار اللي الآن عادة يطالبون أن يستوق رؤساء علينا لا رئيس علينا وخفأ أولادنا من 8 سنين عندهم أي حاجة المساين هذي كلهم خلوهم نشوفهم زيارات نحن أمهات نحن أمراض نحن تعابة مكان لمكان خلينا نزورهم واللي علوا حاجة يتحاكم واللي ما علاج حاجة يخرج وأني ابني كمان مريض نفسي لا يعرف لا بالرؤساء ولا بالوزير ولا بالرئيس ولا لا أي حاجة من هذا كل الشغل اللي شلوا بني فيه به هم اللي يفعلوا الخنبقاء وتهموا الأولاد المساكنة والتعابة والآن الحويتة وغير الحويتة والرؤساء كلهم خرجوا كيف هذو خرجوا وعيانا ما خرجوش عيانا مش معهم أحد تابع لهم معهم الله الله والمنظمة هذه اللي نزلت وقدمناهم الرسائل وهدرنا بالمنظمة دي وكل احتلنا المنظمة دي الأقنبية اللي نزلت وقلست معانا لا لان ما مش أي خبر يفعلوا لنا حل عرقوكم غاية الرجاء أنت فعلوا لنا حل لشب عيانا حتى زيارة 8 سنين خافوا من الله خافوا من الله ارحموا انتم معاكم أولاد معاكم أمهات معاكم أخوان ارحموا الأمهات هذو التعابة اللي ماتوا وهم يدوروا عيالهم ماتوا من قتل أمراض اللي كنا نتكبد بين عدة حريم عدة رجال ماتوا وهم زيان احنا كانوا واقفين منتظرين الرد والرد ما رجعش ان احنا يخرجوا ان احنا زيارة لا يخرجوا مش نشوفهم نتطمان بعدا اللي علو حاجة يتحاكم واللي معلو حاجة يخرج ايش هو؟ ام هذا المختطفين دونه كلهم يعانوا من فترة سبحان الله لا حدا يعني لدبالهم أمر ولا حد سوى لهم شيء التحارف والقيادة دي حق المجلس الرئاسي كأنهم يحكموا حجار كأنهم يحكموا حجار يحكموا هم أصلا المباند اللي قالتين فوقه والكراسي يحكموا قمد ما يحكموا الشعب لأنه لو كانوا يحكموا الشعب كانوا فاطم شافوه ضمن الناس المختطفين اللي محد داري هم عاجين ولا ميتين ايش يثوبهم؟ أخي معاق شلوا من جنب الباب هو معاق معاق ايش يشتوا منه؟ عشان يتنازع عن قضية أخوه القتل اللي قتلوا أخي قداع على مرأة مسمع من الناس بسيارة عسكرية اللي بس عسكري تعال كون في دولة كان فاتق هرقوا المختطفين هاي اللي هم أساكن لحد داري بهم ايش فين هم؟ ما حد داري بهم فين هم؟ نحن نشتيع عيالنا هم يقولون أنه عيالنا مقرمين أنه يقولون عيالنا كده يخرجون عيالان نشوف عيالنا مثلا، عيالنا يحاكموه محاكمة عادلة محاكمة عادلة ليس الحكوم اللي يحكموا على الناس من داخل المكاتب حقهم إنهم قتلوا وهم عادم محاكموا مش عادم داخل هذا يحكموا على الناس إنهم ارهابيين وسأجلوا عيال الناس وهم يعني عيال النادي حما نديش إنهم حيين ميتين ونددت الرابط في بيانها استمرار التجاهل والمماطلة لقضية أبنائهم المخفيين محملات الجهات المعنية عن إخفائهم المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم كما دعت كل المنظمات الحقوقية والدولية للعمل الجاد لحل القضية والسعي للإفراج عنهم وتعم جهود أهاليهم في إضخارهم وجبر الضرر أمت الرحمن العفوري لقناة سهيل الفضائية عدن قال أمين عام المكتب التنفيذي لإصلاح المهرة الأستاذ عبدالله نوجع بأن الوحدة لم تأتي إلا بعد تضحيات وعلينا أن نحافظ عليها أكثر من أي وقت مضى ونتمسك بكافة المكتسبات الوطنية داعيا إلى تناسي الخلافات البينية بين فرقاء العمل السياسي والعمل المشترك لإنهاء الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة العدو الأول لليمنيين نحن اليوم نعيش في مرحلة استثنية هذه المرحلة هي من أخطر المراحل الذي تهدد كيان الأمة بشكل عام وتهدد كياننا كيمنيين هناك الكثير من السياسات الاستعمارية التي تهدف إلى تقسيم اليمن ليس جنوب والشمال وإنما تقسمه إلى عدة قسام وهذه بالحقيقة أصوات خطيرة جدا على اليمن وعلى بناء الشعب اليمن عموما نحن وصلنا إلى مرحلة توحدنا بنضالاتنا بجهودنا الآن نحن كيف نحافظ على هذا المكسب وبالتالي ينبغي علينا أن نكون نحن حصنا مانعا ورادعا لأي دعوات هدامة تهدد كيان الوطن نحن نحتاج اليوم من كل القوى السياسية من منظمات المجتمع اليمني من كل التيارات من كل الشرائح مختلفة بناء اليمن عموما أن يتحدوا وأن يتناسوا الخلافاتهم البينية البسيطة وأن نتفق جميعا على هدف كبير وهو الحفاظ على اليمن وأيضا مواجهة كل السياسات التي تستهدف هدم قيم الثورة ثورة سبتمبر وأكتوبر المجيدتين نحن نحتاج اليوم أن نتعاون جميعا من أجل استعادة الدولة من أجل استعادة السيادة من أجل الحفاظ على هذا المكسب وهذا المنجز العظيم في مواجهة كل من يريد أن يستهدف كيان هذه الأمة اليوم نحن مطالبون بأكثر من أي وقت المضاء في مواجهة الميليشيات الحوتية التي لا زالت متعنتة من أجل الإبقاء أن يبقى هذا البلد في حالة فوضة في حالة ألا دولة في حالة صراعات هذا أظن أمر غير مقبول وأظن كل أبناء الشعب اليمني قد وصلوا إلى درجة من الوعي وقدروا كثير من الجرائم الذي مضت خلال الثمانية سنوات الماضية فنحن نحتاج الآن أن نصفر كل العداوات فيما بيننا وأن نتفق جميعا وأن نتوحد جميعا في شبيل أنهاء كل الصراعات وكل الخلافات ومحاربة كل السياسات الاستعمارية التي تهدف إلى تمزيق وحدة البلد تمكنت حملة أمنية في مدينة تعز من ضبط خمسة متهمين بقضية اختطاف وقال المركز الإعلامي الأمني مركز الإعلامي الأمني إن الشرطة طوقت منزل المدعو دماج قحطان بعد أن تمكنت من ضبط خمسة من المتهمين المشاركين مع الدراجة النارية وسائقها بقضية اختطاف الطالب عزام صادق حزام والتي حدثت يوم الاثنين الخامس عشر من مايو وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية مستمرة بالتحرية وملاحقة بقية المتهمين بموجب الأوامر القهرية الصادرة من النيابة العامة نظمت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ورشة عمل حول توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ودورها في مساءلة المنتهكين بمشاركة باحثيها الميدانيين في محافظة مارب وقدمت الورشة التي تأتي تزامنا مع افتتاح فرع مكتب اللجنة بمحافظة مارب عددا من أوراق العمل للجنة الوطنية للتحقيق وحقوقيين وخبراء وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق حسين المجدل أن افتتاح اللجنة لمكتبها في محافظة مارب يعد كمكتب اقليمي لاستقبال الضحايا وبلاغات الانتهاكات من المواطنين القادمين من كافة المحافظات المحررة وأشار المجدل إلى أن اللجنة الوطنية وإلى جانبه مكاتبها في محافظة عدن وتعز مارب فإنها تستقبل بلاغات المواطنين عن انتهاكات حقوق الإنسان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي شيعة جثمان مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة أركان اللواء 101 مشاه الشهيد العميد صالح علي القح إلى مقبرة الشهداء بمارب بحضور رئيس هيئة الأركان العامة وبمشاركة أهالي الشهيد وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وجمع من المدنيين والعسكريين شيعة المنطقة العسكرية السادسة يثمان الشهيد العميد صالح علي القح مساعد المنطقة أركان حرب اللواء 101 مشاه إلى مقبرة الشهداء بمدينة مأرب بعد أن قضى متأثرا بجراحه بعد إصابته في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف من شاء الله العلي القدير أن يرحم الشهيد رحمة الأبرار العقيد صالح القح مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد سراء القرناصين كان من الرجال الصادقين المخلصين في أداواجبهم ومهامهم أثناء المعارك في الدفاع عن حرية وكرامة اليمنين الفقيد صحيح أنهم سيفقدوها له لكننا سنفقده جميعا وسيفقدها الوطن في مراسيم التشييع الرسمي والشعبي أشاد المشيعون بمناقم الشهيد وبطولاته في جبهات القتال مؤكدين أن رحيله لا يعد خسارة لقبيلته أو محافظته فقط بل خسارة وطنية فقد عرفته ما يدون الشرف والبطولة مقاتلا جسورا وقائدا محنكا ومجاهدا مخلصا واجه ميليشيا الكهنوت الحوثي ببسالة واقتدار حتى لقي الله ثابتا على العهد والمبدأ هذا البطل كان له صولات وجولات منذ تجميع المنطقة العسكرية السادسة وما من ميدان أو سهل أو جبل إلا وكان له البصمة الفاعلة للذود عن كرامة هذا الوطن الفقيد تفقده المنطقة العسكرية السادسة اليوم وليس للمنطقة فقط ولكنه للجيش الوطني عزان فيه كبير ولكنه الذي حببنا فيه أنه كان في أداء واجبه أكد المشيعون مضيهم على درب الشهداء والأبطال حتى تحريد كافة التراب الوطني ودحر الميليشيات الحوتية والسعادة الدولة وتحقيق الأهداف التي قدمت اليمن من أجلها خيرة رجالها الأبطال بس الله أن يرحمه ويغفر له وأن يلحق نابه وبطريقة التي مشى عليها والعاهد الله سبحانه وتعالى أننا على طريقة في رضا الله سبحانه وتعالى وفي تحرير بلادنا من المحتلين الحوثى الإرهابيين حضر مراسيم التشييع رئيس هيئة الأركان العامة وعدد من قادة وزارة الدفاع وقيادة المنطقة العسكرية السادسة وجمع من زملاء الشهيد ومحبيه محمد القليصي لقناة سهيل مأرب نفذ اليمنيون العالقون في مدينة بورت سودان شرقية السودان يوم أمس وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة اليمنية المؤقتة للمطالبة بإجلائهم ورفع المحتجون لافتات طالبوا فيها الحكومة بالعمل على إجلائهم أسوة بمن سبقهم من العالقين وفي غضون ذلك أكد نائب وزير شؤون المغتربين محمد العديل حرص الحكومة على إجلاء جميع اليمنيين العالقين في بورت سودان وقال العديل لموقع الجزيرة نيت إن أفراد طاقم السفارة اليمنية بالخرطوم يتواجدون حاليا في بورت سودان لمتابعة أوضاع اليمنيين العالقين وأوضح العديل أن عدد اليمنيين الموجودين حاليا في بورت سودان يبلغ ألفا ومائتي شخصا منهم أربعمائة من العائلات وثمانمائة من الطلاب والعمال أعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراءات مشتركة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية في اليمن جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضات الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية عقب اجتماع في بروكسل لكبار المانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أقرى المشاركون وفقا للبيان إجراءات مشتركة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية في اليمن وتحسين التنسيق بين الجهات الفاعلة في التنمية والقدرة على الصمود والعمل الإنساني وحث مفوض إدارة الآزمات بالاتحاد جميع الأطراف في اليمن على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أكد تقرير حكومي وفات وإصابة 24 نازحا بينهم أطفال في حرائق شهدة مخيمات نزوحة بمحافظة مارب منذ مطلع العام الجاري وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمارب إن ستة أشخاص قضوا في حوالث حرائق بمخيمات النزوح بمارب فيما أصيب ثمانية عشر آخرين منذ مطلع العام الجاري وأوضحت الوحدة التنفيذية أن مخيمات النزوح في مارب شهدت واحدا وسبعين حريقا خلال الفترة تسببت باحتراق ثلاثة وسبعين شبكية وخمسة كنتيرات وأربعة وثمانين خيمة وتضم مارب أكثر من مليونين ومائتي ألف نازحة وفقا للإحصاءات الحكومية فروا من مناطق سيطرة بيليشية الحوثي ويسكنون في المدينة وعشرات المخيمات المنتشرة في محيطها أكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة نزوح ثلاثين أسرة يمنية خلال الأسبوع الثالث من ما يلجاري وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي إن غالبية النازحين انتقلوا إلى محافظات تعز بواقع تسعة عشر أسرة ومأرب بواقع سبعة أسر والحديدة بواقع أربعة أسر افتتح في مدرية صالة شرق تعز مشروع المياه الذي حرم منه أهالي المنطقة جراء الحرب الحوثية تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي افتتاح مياه صالة شرق مدينة تعز المحاصرة بعد سنوات من الحرمان لأهالي المنطقة حيث قامت المنظمة الفرنسية بإعادة تأهيل المشروع الذي تطرر من الحرب الحوثية على تعز تأثرت المنطقة جراء حرب الميليشيات الحوثية ومما تأثرت به المنطقة أنها دمرت مشروع مياه صالة من حيث المضخة والشبكة حيث حانت المنطقة كثيرا جراء انقطاع الماء جاءت المنظمة الفرنسية بفضل من الله عز وجل ودعم هذه المنظمة وعادت لهذا المشروع الحياة بإعادة بناء الشبكة ودعم المضخة وأصبح الناس يعيشون اليوم في أمن وأمان ويصل الماء إلى كل بيت بحمد الله عز وجل في فعالية الافتتاح أشهد المهندس عارف اليوسفي مدير عام المديرية بالإنقاذات المختلفة التي حققتها المنظمة الفرنسية في مختلف الجوانب للإسهام في تعزيز البنية التحتية حتى تتمكن السطرة المحلية من الوصول إلى أهدافها المنشودة في وقت قصير والحقيقة هذا مشروع عظيم وممتاز ورائع وقد تم توفير كل المستلزمات اللازمة لإنقاذ هذا المشروع من مولدات وخزانات وتقديد الشبكة وتطويرها فلهم الشكر والتقدير كما أنهم أيضا بالإضافة لهذا المشروع قاموا بتنفيذ شبكة صرف صحي أيضا ممتازة في حارة الحرازية وهذا المشروع كنا نعاني منه من زمن زمن بعيد ونتوقع أنه في المستقبل سيتم مواصلة هذا المشروع حتى يشمل حالة الكريمي وحتى يصل إلى شرق فعباد المشروع الذي قرأ إعادة تأهيله تم من خلاله تطوير تحسين مصدر إنتاج المياه وتحديث شبكة التوزيع الناقلة وتأهيل شبكة الصرف الصحي في المنطقة أحمد مكيبر قلات سهيل تعيس دشنا البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة برنامج تدريب الكوادر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن بما يلبي الحاجة الماسة للتدريب في هذا القطاع وبما يرفع مستوى الأداء وصقل مهارات الكوادر اليمنية وتطوير أداء خدمات الاتصال وتقنية المعلومات ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء قدرات الكوادر البشرية وتعزيز القدرات على استخدام التقنيات الحديثة وتدريب الموظفين حديثي الانضمام والتي ستنعكس في مواكبة التطورات في مجال الاتصالات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين مستوى أداء الكوادر البشرية ويأتي البرنامج التدريبي لتأخيل الكوادر البشرية اليمنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع كفاءة القطاع وذلك في إطار جهود المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن في شتى القطاعات الأساسية والحيوية بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة اليوم مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة غاد والي بحثا تعزيز الشراكة بين اليمن والمكتب لمواجهة التحديات الراهنة ودعم سيادة القانون وتوسيع مجالات الدعم الذي تقدمه المنظمة لليمن وفي اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع لجنة منع الجريمة في العاصمة في ينة استعرض الوزير العارضة ما تم إنجازه من قبل الوزارة من خلال تشكيل لجنة التوعية بسيادة القانون ولجنة مراجعة الإطار القانوني والتشريعي لمكافحة الإرهاب والمساعدة في بناء القدرات لأعضاء النيابة والقضاء أكد وزير الصحة العامة وسكان دكتور قاسم بحي بح أكد على تضافر الجهود المشتركة مع شركاء التنمية لمنع المزيد من التداعيات في المجال الصحي في اليمن والمساعدة على إيجاد حلول تكفل العيش الكريم والعدالة والمساواة قال بحي بح في كلمة أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة في جينيف إن النظام الصحي في اليمن يواجه تحديات كبيرة تتمثل في عدد النازحين في مناطق الصراع بالإضافة إلى موهجات الهجرة المستمرة من القرن الأفريقي وما تشكله من مخاطر وضغط على الخدمات الصحية كما يعاني من قلة الكوادر الصحية الفنية المؤهلة وصعوبة توفير المتطلبات الضرورية والأساسية لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لكافة الفئات المجتمعية وشدد أبو حيبح على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها توجاه الفئة الكبيرة جدا من المهاجرين واللاجئين إلى اليمن وتقديم الدعم اللازم للنظام الصحي والمجتمع المضيف في مناطق استضافة هذه الفئة وعرب عن أمله في أن ينتقل القطاع الصحي تدريجيا من حالة الطوارئ الصحية إلى حالة التنمية المستدامة اطلع وكيل محافظة حضرموت لجؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري على نتائج برنامج تبادل الخبرات بين محافظتي مارب وحضرموت الذي أقمته الإدارة العامة لبحوث التنمية والإدارية والتدريب واستمع الوكيل العامري من المشاركين في البرنامج إلى شرح مفصل عن البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام ويهدف إلى بناء العلاقات وتعزيز الشراكات بين مكاتب المحافظتين وشارك فيه خمسة وأربعون من مديري العموم وممثلي المكاتب التنفيذية وفريق الميسرين في المحافظتين ويوفر البرنامج فرصة استعراض التجارب خلال السنوات الماضية للمحافظتين والتحديات التي واجهت العمل ومجالات الشراكة وآفاق التعاون المستقبلي بالإضافة إلى تقديم تدريبات حول مقومات التنمية الشاملة وورش عمل وقلسات لتبادل الخبرات والتجارب وزيارات ميدانية لأهم المشاريع التي تم إنجازها في محافظة مارب وعدد من المواقع الأثرية اختتمت بمدينة الغيظة الدورة التدريبية في مجال التحكيم لكرة القدم وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان المحافظة والتي يقيمها فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بتمويل من فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة وشهد نائب مدير مكتب الشباب والرياضة عاد الرزق بالجهود التي تبدلها قيادة اتحاد كرة القدم ومنح الفرص للمستجدين في جانب التحكيم مشيرا إلى أن الدورات التدريبية تلعب دورا مهما في تنمية مهارات الأفراد كونها تساهم في تطوير الذات وتعزيز الثقة بالنفس كما تهدف إلى توسيع القاعدة المعرفية لجميع المتدربين وتنمية المهارات عقدت في مديرية لودر بمحافظة أبيان ورشة عمل تعريفية خاصة بدعم سبل العيش والأمن الغذائي والتكيف الملاقي وذلك في إطار مشروع الصمود الريفي الثالث وقال القائمون على الورشة إن البرنامج حدد مدريات لودر وأحور كمدريات مستهدفة لتدخلاته في محافظة أبيان إلى جانب مدرية المعافر في محافظة تعز باعتبارهما من أكثر المدريات تضررا من الأزمة الحالية من حيث تدني مستوى الدخل وارتفاع البطالة وعدم الاستقرار الأمني مؤكدين أن المشروع سيعمل على تعزيز فرص العيش لأكثر من ألف ومائتي أسرى في المدريات المستهدفة بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ المشاريع الصغيرة لألف مستفيد بما يضمن تحسين مستوى الدخل لديهم مشاهدين نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين قوات الجيش الوطني تحبط محاولة تسلل لميليشية الحوثي في جبهة ثرى بمحافظة أبيان ميليشية الحوثي تواصل منع دخول الغاز المحلي إلى مناطق سيطرتها وتجبر المواطنين على شراء المستورد أمن تعز يضبطه خمسة متهمين في قضية اختطافة وأمهات عدن يجددن المطالبة بالكشف عن مصير ستين مخفيا في ختام النشرة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة